أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقي اليوم مع دعم لدروس اللغة العربية الخاصة بالسنة الرابعة ابتدائي، ومع المجال الثاني، المكون، الإملاء، الدرس الأول، التاء المبسوطة، الدرس الثاني، همزة الوصل والقطع. بالنسبة لدرس التاء المبسوطة، قلنا أن التاء تكتب مبسوطة فيما يلي، في آخر الأفعال، مثل شاهدت، 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 في جمع المؤنث السالم، مثل عازفات، في الإسم الثلاثي ساكن الوسط، وفي جمعه، مثل بيت، بيوت، والآن مع التطبيق، أولاً أملأ الفراغ بكتابة التائب الرسمي الصحيح، الجملة الأولى، أحضرت أختي ورقة وقلماً، وبدأت ترسم، الجملة الثانية، شاهدت العديد من المسرحيات في البيت، ثانياً أكتب ما يمل عليه، إلى السطر، جلست الجدة في البيت، فاصلة، تحكي للحفيدات والأحفاد عن تنوع فن الرقص في بلادنا، فاصلة، فقالت، نقطتان، تتعدد الرقصات وتتنوع من منطقة إلى أخرى، نقطة أما بالنسبة لدرس همزتي الوصل والقطع، فلقد قلنا أن همزة الوصل تكتب هكذا في أول الكلام وتنطق، مثل، الفن، أرسم، استمع، لكن إن وقعت وسط الكلام، تكتب هكذا ولا تنطق، مثل، لخص القصة، أما بالنسبة لهمزة القطع، فإنها تكتب هكذا في أول الكلام وفي وسطه، وتنطق كذلك في أوله وفي وسطه، مثل، ألوان بالألوان، أتابع كي أتابع، إبداع بإبداع، وللتمييز بين همزتي الوصل والقطع، أضع الكلمة بعد حرف الواو أو الفاء أو الباء أو غيرها من الحروف، ثم أنطق بها، فإن بقيت ظاهرة في النطق، فهي همزة قطع، مثل، فأشاهد، وأوراق، وإن سقطت في القول، فهي همزة وصل، مثل، فاستمع، والرواية، والآن مع التطبيق، أولا، أكمل بهمزة مناسبة، أسرة إبراهيم تحب المسرح كباراً وصغاراً، لا يخرج حديثها عن ذكر المسرحيات، وعن ترديد أسماء الممثلين، ثانياً، أصحح كتابة الهمزة فيما يلي، أذهب إلى المسرح كل أسبوع، رفقة ابني وابنتي، البنات يا أبنائي، هذا كل ما يخص الأنشطة الداعمة، الخاصة بالسنة الرابعة ابتدائي في مكون الإملاء، أما بالنسبة للتصحيح، فستجدونه إن شاء الله في صندوق الوصف الخاص بهذا الفيديو على القناة، شكراً لكم على المتابعة، شكراً لكم على المتابعة، شكراً لكم على المتابعة، شكراً لكم على المتابعة،